موسيقى ارقام قياسية تضربها اسعار العقارات والاجارات في قطر تأخذ معها مؤشر التدخم العقاري الى سبعة وتسعة اعشر في المئة بنهاية اب اغسطس الماضي ارقام يفرضها الارتفاع الصاروخي في اسعار الاراضي الفضاء والتي تجاوزت الاربعة الاف دولار للمتر الواحد في منطقة لوسي لشمال الدوحة السوق العقاري شهد ارتفاعات غريبة جدا جدا وارتفاعات من اول السنة كما ذكرت 52% ما يقارب 52-53% ارتفاعات بالاسعار الموجودة اللي هي كانت مرتفعة طبعا وهذا يرجع لاسباب كثيرة من ضمنها طبعا ندرة الاراضي في قطر المضاربات اللي صايرة اللي تدخل فيها السماصرة بشكل مباشر ندرة المشاريع المطروحة في البلد من ناحية المشاريع العقارية ندرة المشاريع اللي لها تأثير مباشر على اسعار الاراضي هذه كلها اسباب تؤدي الى ارتفاع الاسعار بشكل غير طبيعي وانا شوف لو ننظر للمؤشر او لتقرير الاسبوعي تصدر وزارة العدل نشوف نفس كمية الاراضي تطرح بس في زيادات ما في كمية اراضي جديدة دخلت البلد ما في مشاريع جديدة دخلت البلد ما في اراضي جديدة تأثر على سعر الارض عساس انها ينزل او يرتفع ارتفاع الطلب على الاراضي داخل الدوحة بالتوازم عقلة المعروض الى جانب العبث السعري والمضاربي من طرف السماسرة وغير المنضبطين والمتكسبين على حساب استقرار القطاع وضيق المساحات العمرانية توقض من جديد نار الاسعار في سوق يزداد الطلب على خدمته الاساسية باكثر من 9% بشكل سنوي لتلبية الزيادة السكنية المضطردة التي تتخطى عن 10% سنويا وشكلت سببا مباشرا في ارتفاع اسعار الاراضي بعشرة اضعاف عما كانت عليه في العام 2007 انا اعتقد الدخلاء عمرهم ما بيعملوا خلال هم بيخاربشوا شوي وبيعطلوا العملية وبدخلوا على الناس اللي مش متابعين لهذا الشغل يعني ممكن ينصبوا على ناس تانيين ممكن يضحقوا على ناس تانيين بس اللي شغلين في العقار واللي فهمين مهنتهم ومهنتهم لا يمكن اي دخيل يدخل عليهم نمو سكاني بمعدل 10% سنويا في الدولة الاولى المصدرة للغاز المسال نمو يفرض تحديات جديدة على الحكومة القطرية وعلى رأسها توفير الاراضي وانتاج وحدات سكنية تلبي الطلبة المتزايدة على سلعة السكن والتي تعد من اهم احتياجات التنمية في الدولة الخليجية اصبح هناك فعلا طلب حقيقي في دولة قطر بالاضافة الى ذلك ان التعليمات الجديدة في البنك المركزي والتعليمات اللي منعكست عند البنوك قللت من عملية المضاربات هذا لا يعني ان في قطر قاعدة تاخذ الاراضي قاعدة تطلع وقاعدة تطلع على قارات وانه هذه تخوف صراحة بل بالعكسة يعني الواحد يخاف منها لكن انا اقول دام هناك طلب موجود احنا ما عندنا مشكلة الخوف حقيقة مش من السياسات الداخلية او التغيير اللي ممكن ينتج او خوف من الاقتصاد المحلي كثر ما ممكن يعني اللي احنا حتى الان يعني ما سمعنا عن حلول جذرية يعني امس قاعد نسمع عن اليونان مرة ثانية ان تقول احنا ما حللنا مشكلتنا ممكن في امريكا ولاية تفلس هذه كثر راح يكون لها ارتداد عالمي راح ممكن ينعكس على كل الاسواق ما فيها سوق دولة قطر الاسعار التاريخية للاراضي الفضاء تتعدى اليوم اضعاف البناء في قطر وتدفع المستثمر المحلي للبحث عن العقارات الجهزة في ظل عائد سنوي لا يتعدى خمسة في المئة والذي يستتبع في مرحلة لاحقة تصاعد القيم الايجارية وعرقلة لعجلة الدورة الاقتصادية التي باتت تقتصر على خيارات ضيقة من الفضاء الاستثماري بينما بات الربح السريع جراء عملية البيع والشراء للاراضي الفضاء تستقطب المضاربين والمرتبطين بهم سياق لعبة العمولة التي تستثير لعاب المتاجرين بالقطاع الحلول طرحناها أكثر من مرة بالإشارة للمؤسسة الحكومية لا توجد مؤسسة حكومية تدخل في تأثير أو التحكم في سعر العقار لأن العقار يخضر العرض والطلب والطلب كثير والعرض قليل فلا سعر ترتفع بس نحن نطالب حاليا تدخل الحكومة بطرح أراضي جديدة في البلد توسيع النطاق العمراني طرح مشاريع لها تأثير مباشر على سعر الأراضي كمشاريع مثل سكن العمال مدن صناعية جديدة مدن لوجستية مدن سكنية نحن نتكلم من فترة سبع أو خمس ما بين خمس لسبع سنوات لم تطرح مدن جديدة في قطر أين المدن الجديدة طرحت في قطر مدينة بروا المدينة الوحيدة التي طرحت وهذه راحت فترة الحجز كان عليها يعني ما تتصور كيف لكن نحن نبقي مشاريع تطرح تدرس الدولة تدرس العقار وإيش المطلوب في سوق العقار مش فقط نحن نركز اليوم على اليوم التركيز اللي حاصل مثلا في مدينة روسيل أو في مدن الثانية مثل مدينة روسيل واللؤلؤة كانت قبل التركيز اللي حاصل على نسبة الـ 20% اللي هو الطبقة الراقية أو الطبقة المتوسطة والراقية لكن نحن عندنا احتياج اليوم 80% من الناس اللي تدخل البلد الطبقة المتوسطة ودون المتوسطة ويمثل الإنفاق الرأسومالي المتواصل من طرف الحكومة القطرية على مشاريع شتى داعما رئيسيا لمعدلة النمو ومنها القطاع العقاري الذي ينمو بمعدل 5% سنويا مع توقعات بطفرة عقارية جديدة تساهم توظيف الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية أتمنى أيضا أن المشاريع التصحيحية أو المشاريع الأساسية التي قاعدة تنتج الآن أنها تمشي سواء كانت من القطاع الخاص أو القطاع العام وأعول على القطاع العام حقيقة أنه يلتزم أتمنى أنه يلتزم أكثر من القطاع الخاص لأن القطاع الخاص مسحوب على القطاع العام فإن استطاع القطاع العام الحكومة والدولة والجهات الرسمية أنها تلتزم بمواعيد ضبط المشاريع الأساسية سيستطيع القطاع الخاص أنه يصحح مساره ويخرج منتجات تخدم المجتمع وتخدم القطاع العام وتخدم أيضا القطاع الخاص وتخدم الاقتصاد ككل هناك دائما في مقاومة للهبوط بالأسعار نزلت الأسعار أعتقد في التقدير 30 إلى 40% ولكن هذا لم يكن كفاية وسبب لأن الزيادة المضطردة التي كانت على أسعار ما قبل 2008 هي التي كانت زيادة غير معقولة ولم تعكس الواقع الحقيقي للسوق العقاري في قطر الصفقات العقارية تتجوز 426 صفقة بنهاية يونيو أب أغسطس الماضي بارتفاع قدره 33.5% بينما تجوزت قيم وعمليات البيع والرهن قرابة المليار وتسعمائة مليون ريال قطري مع بقاء أسعار الشقق السكنية عند مليون وأربعمائة ألف ريال في مناطق الانتفاع لغير القطريين قضية التعامل والبنوك ولوائح الجديدة في النظام العالمي الاقتصادي الجديد وكيف حقيقة نعم مثل كل الشركات حقيقة واجهت تغير في تعامل البنوك مع الشركات وحقيقة واجهنا هذا التغير وبدأنا فعلا نبحث عن هياك الجديدة لحصولنا على تمويلات لمشاريع الانخفاض الذي حصل في قطر نعتبر هذا انخفاض تصحيحي للأسعار لأنه كان صعود كما يقال يعني صعد العقار يعني أصبح خلافه كانه متوقع صعوده وذلك لأنه كان البناء قليل والطلب كان متزايد كثير الآن كان فيه نزول وهذا النزول لا نعتبر انه هذا بسبب الأزمة العالمية لا أبدا وإنما انه عرض في السوق كثير كان فيه هناك إنشاءات كثيرة مثل ما يلاحظ الجميع المتجول في الدوحة أو في قطر دخول وحدات سكنية كبيرة إلى السوق العقاري فأصبح هناك عرض أكثر من الطلب ما أدى إلى نزول طفيف في الأسعار القيم الإيجارية المرتفعة والتي أصبحت تشكل عائقا في تطوير المشروع الاقتصادي في قطر تعيد مستويات الأسعار إلى ما قبل الأزمة المالية ليبقى الإيجار يستحوذ على نحو 40% من دخل الأسرة المقيمة في ظل العرض الموجود أعتقد الأسعار مرتفعة أنا أعتقد أنه وأتوقع أنه خلال الفترة القادمة سيصير استقرار في الأسعار وتعديل على بعض المناطق المضاربون والسماسرة وأنصف العقاريين والمعتدين على كار العقار يمثلون اليوم عناصر تخريب للعقار نتيجة المضاربات التي يمارسونها بشكل عنيف أدى إلى ارتفاع خيالي في أسعار الأراضي على وجه التحديد اليوم نحن محتاجين دعم للمطورين محتاجين النظر للمطورين إشراك القطاع الخاص المطورين العقاريين الخاصين في القطاع العقاري استشارتنا في الموضوع إيش ما يحصل بالسوق أرى أن الاستثمار في قطر هو العقاري هو أقل تأثرا في هذه المنطقة وبالمقارنة بالدول المجورة تجد أن الاستثمار العقاري استفاد من الدرس المستفاد منه من الأزمة التي حدثت في ارتفاع وطفرة فيها العقارات الأسعار ما تزال مرتفعة وفي طريقها إلى مزيد من الارتفاعة في الكثير من مناطق الدوحة خاصة في منطقة لوسيل والهلال والمطار القدم وعين خالد يتروح فيها سعر الفيلة الواحدة إلى خمسة ملايين ريال لمساحة تقدر بين أربعمائة إلى خمسمائة متر مربع نحن ما تعطينا مع الأزمة بطريقة أنه عملنا عروض أو حاولنا نراجع عن الأسعار التي وصلتها قبل الأزمة قابلنا نحن الجمود طبعا بحكم أنه صار في جمود على الطلب نوعا ما قابلنا نحن جمود على الطلب بجمود على العرض البنوك القطرية ما تزالوا في حالة التردد اتجاه زيادة محفظة التمويل العقاري أمام تعثر الكثير من المطورين في سدد ما عليهم من ذمم مالية للمؤسسات المانحة للتمويل بسبب تمسك الملاك بقيم سعرية وإيجارية يرفضون التنازل عنها أصبح طلب كبير على هذه المساحات الكبيرة سابقا كانت هناك أبراج كثيرة فارغة لم تملأ من المستأجرين أما الآن هناك توجه دعنا نسميه هجرة هجرة الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة لها والشب الحكومية إلى منطقة الوسبة إلى الدفنة فأصبح هناك ملء لكثير من الشواغر الموجودة هنا ويبقى الحديث عن ارتفاعات جديدة قد يشهدها القطاع في المرحلة المقبلة تقض مضاجع صانع القرار الذي يبحث عن حلول واقعية للتقليل من أثر الأسعار القياسية التي تعيشها الدولة الخليجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر